معاهي رمين العالم لجماعة الدول العربية أعزاء الوزراء أصحاب السعادة والأصدقاء اسمحوا لي أولا أن أعبر عن امتناني لمعالي السيد أبو الغيت الأمين العام لجامعة الدول العربية ولرئيس الدولة الحالية سعادة وزير الخارجية المصري سيد شكري ولكل الدول الأعضاء لمنح فرصة التحدث اليوم إلى هذا الحفل الكريم أعتبر ذلك رمزا على الصداقة والاحترام المتبادل وبالطبع التاريخ المشترك أود أن أبدأ بالثناء على العلاقات الممتدة لقرون بين أرمينيا والدول العربية تربطنا علاقات قوية تاريخية وثقافية والتي هي الأساس للعلاقات الودية الحالية والتعاون والتواصل الدافئ بين الشعوب على مر التاريخ عاشت شعوبنا جنبا إلى جنب وتشاركوا الأفراح والأطراح وخلال الأحداث المأساوية لأوائل القرن العشرين الآلاف من الأرمينيين فروا من الإبادة الجماعية التي ارتكبتها الإمبراطورية العثمانية في 1915 ووجدوا ملاذا آمنا في الدول العربية خلال هذه الأيام الصعبة الأرمينيين منحوا حرية العيش والازدهار في الدول العربية المضيفة ولن ينسى الأرمينيين ذلك أبدا ويشرفني وأفخر بالقول أن المواطنين الأرمينيين ساهموا في تنمية وتطوير هذه الدول المضيفة في مدالات عدة وبما أن أرمينيين هي مهد الحضارات القديمة لقد حافظت أيضا على التراث الإسلامي ومثالا حيا على ذلك هو الألاف من المخطوطات المحتفظ بها في معهد المخطوطات القديمة وفي قلب عاصمتنا ييرفن نحن نحتفظ بكل فخر بالمخطوطات العربية بما في ذلك روائع الخط العربية مثل النسخ الأولى للقرآن الكريم والكتب النادرة ذات المحتوى الديني والتاريخي والفلسفي وأيضا فقه اللغة الدول العربية والأرمينية طورت علاقات مثمرة على مستوى الدول هناك تفاهم كامل بين أرمينيا والدول العربية حول القضايا الهامة بما في ذلك عملية السلام في الشرق الأوسط زملاء الأعزاء في منطقتنا أرمينيا الآن منخارطة في محادثات مع أزربيجان لمناقشة تطبيع العلاقات بين الدولتين بهدف تحقيق السلام في المنطقة لا أود التطرق إلى تفاصيل العداء الكامل ضد السكان المسالمين لنجورنو كارباخوة لأرمينيا المستقلة ذات السيادة ولا أود أن تجدوا أنفسكم عالقين بين الاتهامات والنزاع بدلا من ذلك أود أن أرسم الصورة العامة للعملية الكاملة أو التهديد باستخدام القوة وتحاول التفاوض مع الدول المجاورة في بنية حسنة وملتزمة في إيجاد حلول عادلة لكل القضايا القائمة من خلال الطرق الدبلوماسية وبدلا من مبادلة الجهود فإن أزربيجان مستمرة في خطاب الكراهية وأيضا الأعمال العدائية والحادة وفي هذا السياق أود أن أتحدث عن التطورات الأخيرة لقد ناضى أكثر من عامين منذ أن غلق الكوريدور لاشين وهو الممر الوحيد الذي يربط الأزربيجان بالعالم الخارجي وأغلقه ما يسمى بالنشطاء البيئيين الذين بالطبع تحركهم حكومة أزربيجان وحكومة أزربيجان أيضا تعطي القطوط الكهرباء والغاز الموصل لنغورنو كارباخ ونتيجة لذلك فإن الإقليم على حافة كارثة إنسانية وبدلا من أن يدخلوا في محادثات حول ضمانات الأمن وحقوق لشعب نغورنو كارباخ فإن قيادة أزربيجان تدعو سكان نغورنو كارباخ بترك منازلهم بهدف حرمانهم من وطنهم وتحقيق سياسة التطهير العرقي وفي سياق ظلق ممر لاتشين أود أن أؤكد أن في 22 من فبراير هذا العام محكمة العدل الدولية أصدرت الإجراء المؤقت الملزم قانونا ضد أزربيجان وفي هذا السياق وجدت المحكمة أن هناك مخاطرة وشيكة بضرر لا يمكن تحسينه ولا يمكن رأبه ضد حقوق الشعب الأرماني في خلال غلق هذا الممر وبالتالي طالبت بفتحه بالناحيتين السعادة الوزراء بالأسف الشديد أزربيجان الدولة الجوار دائما ما تحاول استغلال العلاقات السائعة وترحها على المنصات الدولية خاصة التي ليس بها تمثيل أرماني مثل منظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الإلياز بالإضافة إلى محاولة استغلال المفهوم الإسلامي للتضامن نحن نطالب الدول العربية ألا تنجر إلى هذا الصراع الديني ولكننا نريد أيضا أن نمنع أي محاولة لإطفاء الصبغة الدينية على الصراع الإنساني السياسي بدرجة الأولى بين أرمانيا وأزربيجان ومرة أخرى في هذه المنصة جامعة الدول العربية أؤكد أن أرمانيا تولي اهتماما كبيرا وأهمية كبيرة للعلاقات بين الدول العربية وبين أرمانيا وأشكركم جميعا لحسن استماعكم ترجمة نانسي قنقر